طيب خلينا نروح لأخبارنا وزي ما قلت لكم هنتابع بالتأكيد تاميرنت الأهلي النهاردة ونتعرف على الأخبار الفريق لكن خلينا معنا مجموعة أخبار فيها حاجات تخص شكل مسابقة للمسلم اللي جاي في حاجات تخص منتخب مصري الأولمبي المغتوب عليه لكن في جميع الأحوالي تعمل أخبارنا فيه الأهلي نيوز روم أخوة الحقيقة يعني تقدر تقول كده أنه منتخب مصر بيدفع ضريبة حالة الفوضى اللي احنا عايشينها يعني أو سوق التخطيط يعني مش هقول بلاش الفوضى لكن يعني لو إحنا لو إحنا حطينا قديني على المشكلة من بدري وعالجناها بدري وبصينا لمصلحة الجميلة إنه خلينا تفق إنه الكل خسران يعني الأجهزة الفنية خسرانة الأندية واللعبين خسرانين الجمهور الحقيقة كمان ما بقاش مستمتع بكرة قد ما هو عايش كل يوم حتى الناس اللي عايش على السوشال ميديا العالم الافتراضي أو العالم الموازي ده أنا بتهيلي إن هم ما بقوش بيتكلموا في الكرة أكتر ببيتكلموا مين صح ومين غلط والأزمة دي حلها إيه والأزمة دي مين سببها والأزمة دي اللي احنا ما نعرفهاش حصلت ليه أساسا وخلصت على إيه الناس ما بقيتش يعني 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 الكرة ما بقيتش كرة الكرة بقيت حالة صراع وحالة المشاكل والكل متربس في حالة تربس الكل متربس ببعض والكل بيحاول يبعد أي شبهة أو أي مسئولية لأي مشكلة بتحصل إنه هو ملوش علاقة بيها ويحاول يصدر المشكلة والأزمة لأي طرف تاني كان جاها مسئولة كان جاها تنظيمية كان نادي منافس كان جاس فني كان لعب احنا حابين قوي حالة الصراع دي غالبا ومستمتعين بها لدرجة نحنا نسينا نحنا بنحب الكرة نفسها على كل أحوال ليه بقول كده لأنه لو الدنيا مشى في إطارها الطبيعي ما اعتقدش إنه روجيرو ميكالي النهاردة كان هيواجه أي مشكلة يعني كان هيبقى الموسم منتهي لأنديا مخلصة زي العالم كله زي العالم كله بل إنه في أنديا كانت ممكن تبقى بدء معسكر إعداد أو فترات فترة تحضير للموسم الجديد فبالتالي ما كانش هيبقى فيه حساسية الاستغناء عن اللاعبين في مراحل حاسمة من مسابقة بطولة الدولي بتعندك تحديدا بتكلم على الأهلي وعلى بيرمينز والاتنين عندهم موجهتين في ملتها الأهمية غالبا غالبا هيحددوا اتجاه درع البطولة يعني قال أهلي حسبيا حتى لو ماتشين دول خلصوا تعادل لأهلي حسبيا ممكن يحسم لقب البطولة إن شاء الله بإذن الله بشكل كبير لكن فكرة توقيت الصفر أجندة المنتخب الأولمبي مع وتعرض المعسكر نمرة واحد توقيت الصفر نمرة اثنين بداية بطولة اللعابة الأولمبية نمرة ثلاثة مع توقيت الموجهتين دول حطت روجيرو ميكا ليفأزمة واحد أو أزمتين نمرة واحد أنت عندك لعيبة تحت السن لعيبة منتخب أولمبي في الآهلي وفي بيرامدز يعني عندك محمود صابر في بيرامدز عندك إبراهيم عادر في بيرامدز عندك أحمد نبيل كوكا في الآهلي عندك كريمية دبيس في الآهلي عندك حمزة علاء في الآهلي دول أساساً لعيبة منتخب أولمبي سيبك من لعيبة فوق السن دلوقتي يجيلهم بعدين عندك محمود صابر كمان ما عندوش مشاركة في أول مباراتين في الأولمبياد يعني أعتقد كان فيه في مباراة أمم أفريقيا اللي هي بتأهل البطولة الفاينال كان خد كارت أحمر فبالتالي ومش فيهم طبعا اللوجيك إيه دي قصة ودي قصة يعني دي مراحل تأهلية ودي البطولة نفسها ليه الكروت الصفرة والكروت الحمرة تستمر الأولمبيات لكن مش دي قصتنا يعني ولا إحنا هنقدر نغير فيها حاجة لكن في النهاية دول عيبة منتخب أولمبي روجيرو ميكالي عايز يبدأ المعسكر يوم خمسة عايز يبدأ معسكر منتخب الأولمبي يوم خمسة فيستدعي كل اللاعبين اللي موجودين على قوام المنتخب الأولمبي يوم خمسة يخشوا المعسكر ويسافر يسيب مصر هم يسافروا إن شاء الله فرنسا على طيارة خاصة الرحلة بتاعتهم يوم 13 هيسافروا يوم 13 أول مطش عندنا يوم 24 ده بقى ديكم كده بالتواريخ قصة منتخب مصر الأولمبي خمسة معسكر 13 صفر 24 بداية مشوار إن شاء الله الأولمبياد طيب القصة إنه إذا كان السفر يوم 13 والمنتخب يبدأ يوم خمسة المعسكر ففيه مباراة مهمة جدا 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 يوم 12 بين الأليو بيريمدز مباراة تأثر بشكل كبير جدا نتجتها في شكل الصراع على الدولي وبالتالي فيه فكرة تحفز على بداية المعسكر مبكرا يعني ناس بتقولك ليه بدري كده عندنا مطش مهم جدا يوم 12 ده الرجل هيسافر يوم 13 أنا لسه ما جتلكش في قصة اللعيبة اللي فوق السن اللعيبة اللي فوق السن لغاية النهاردة روجيرو ميكالي ما عندوش غير أحمد زيزو أحمد سيد زيزو لعب نادي الزمانك ودي قصة تانية برضو لازم لازم يعني لازم نسأل فيها ونجاوب يعني نجاوب عليها انت بتتكلم على تلات لعيبة فوق السن هو راح بعد كده كان طلب طبعا إمام عشور ومحمد عبد المنعم من النادي الأهلي ونادي الأهلي قال أو تمسك بيهم زي ما أغلب لعبتنا المحترفين في الخارج محمد صلاح مصطفى محمد تريزي جي برضو أنديتهم تمسكت بيهم حتى لما اضطرح اسم حمدي فتحي الوكرة رفض وقالك لا إحنا متمسكين ببقاء حمدي فتحي معنا فبالتالي حتى ملف حمدي فتحي اتقفل لكن هو السؤال هنا هل روجيرو ميكالي هل روجيرو ميكالي حمدي طبعا يعني العيب كان يمثل إضافة كبيرة جدا لكن الوكرة رفض وطبعا لأنه مطشط الأولمبياد أو لعابة الأولمبية مش تبع أجندة الفيفا فبالتالي كل نادي بيدور على مصلحته وعندهم طبعا بداية فترة إعداد للموسم الجديد فعايزين حمدي يكون موجود معاهم في فترة الإعداد زي بزبط ترابازوسبور وزي نونت وزي ليفربول ما أعلنوا مواقفهم من انضمام لعابتهم المصريين لمنتخب مصر الأولمبي فبالتالي ما تقدرش تكلم طب السؤال بقى هنا اللي أنا بسأله لما تبقى محتاج تلات عناصر فقط لغير تلات عناصر فقط لغير من اللعيبة المصرية فوق السن يعني بيلعبوا في مرحلة فوق السن المنتخب الأولمبي حالة دوري المصري ده كله هل كل اللعيبة اللي موجودة في مصر دي ما فيهاش عنصرين يعني لو خلصنا من انه فيه أحمد سيد زيزو فأنت محتاج اسمين تانين ما فيش اسمين اتنين لعيبة أقنعه روجيرو ميكالي ان هو يكمل بيهم او يضيف بيهم قائمة المنتخب الأولمبي اتنين بس حالة دايرة للدرجات دي دياءة جدا انه ما فيش كواليتي لفت في الدولي الممتاز في أندية الدولي الممتاز في اللعيبة اللي بتتقضى ملايين أو حتى اللعيبة اللي ممكن تكون بتلعب مع منتخب مصر الأول ما فيش حد لفت نظر روجيرو ميكالي انه اللعيبة دي او الاتنين دول بس ممكن يضيفوا المنتخب مصر الأولمبي دا سؤال تاني برضو محتاجين إجابة روجيرو ميكالي نمرة واحد عليه ومحتاجين احنا كمان نجاوب عليه حالة دولي اللي بيفرزه يعني أنا بلعب بطولة الدولي دي عشان كل سنة أو كل موسم أطلع با سيدي تلاتة أربعة لعيبة يلفتوا الأنظار يكسروا الدنيا الناس كلها تتفق إنه الدولي السنة دي أفرز تلات لعيبة قدموا مستوى أكتر من رائع ما فيش حد لفت النظر للدرجات دي هل فعلا فيه أزمة في كواليتي اللعب المصري دي قصة الحقيقة برضو على أنت استفهام كبيرة جدا